مع المعادل النفيسة التي تزخر بها أرض تيرس تم خلال السنوات الأخيرة اكتشاف الذهب في مناطق عديدة وشاسعة في أعماق الولاية وهو ما شجع الملعين بالثلاء السريع على الاستثمار في مجال التعدين الاهلي فمن أصل 12 مصنعا مرخصا له لمعالجة وتكرير مخلفات الحجارة المشبعة بالذهب باشرت 9 مؤسسات العمل في الميدان إلا أن تطلعات السكان المحليين باستفادتهم من رجع هذه الشركات ما تزال محاطا بشيء من المخاوف بسبب التأثيرات الصحية والبيئة التي عادة ما تخلفها مصانع التعدين نقول لك أن مواطنين في ديركون ولا مواطنين ولا يترس زمور كامل لا استفادتهم لمنعكس عليهم ما يخالق ولا شيف ومن أي شركة من شرايك التعدين ولا من أي تعديل أهلي كامل ولا شرايك وطالبين من الدولة وطالبين من أهل التعدين وطالبين من أهل الذهب صيفة عامة وشرايك معادن وشركة معادن ووهل السيانير ووهل التنقيب التعدين الأهلي صحة البيئة والمواطن مثلا هذا الاستثمار لا بد من استثمار آمن ونحن من استثمار داعين لإستثمار الآمن ويأطلوك الأثار البيئية أعلنهم يعودوا ويحاولوا الحد من الأثار البيئية اللي هي يخلفوا ذلك الشركات التصنيع الأهلي اللي هي معادلين في لا يتير الزمور فمعدة مجالات معولين عليها الساكنة كيف تتشغيل مثلا فم ياسم بيطالة إن شاء الله راجعين عننا نمتصوا ذلك البيطالة ونقوموا بياسم الأعمال وحتى مساعدة السكان في مد العون لهم في مجال الصحة ومجال الماء بنود الاتفاق المبرمي بين المصانع والدولة تنص على أنه يتم بشكل دوري تنظم لقاءات تشاورية مع السكان حول طبيعة التعاطي مع هذه الشركات ومدل استفادة منها وهذا ما تنزل في سياقه هذه الورشة المنظمة في مدينة فديرك يشرفني أنني معكم في هذا اليوم التشاوري المقام مع الجمهور حول الآثار البيئية والاجتماعية لمشاريع شركات الفئواو والمنظم بالتعاون مع الاتحاد الوطني لمصانع الذهب ولا أخفي عليكم أن سكان ولاية تير الزمور عموما وسكان مقاطعة فديرك خصوصا يعلقون آمالا جساما على شركاتكم الموقرة في امتصاص البطالة والرفع من المستوى الاقتصادي للساكنة ومن هذا المنطلق فإنه لا يخفى على أحد الدور الاقتصادي لهذه الشركات فهي مصدر للعمولات الأجنبية وتشغيل الشباب والرفع من مستوى دخل الفرد في المنطقة كما أنها إحدى توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل للإسهام في الوفاة باحتياجات السوق وهي أكبر جالب للاستثمار الأجنبي المباشر وأكبر داعم لدور التنمية المستدامة إلا أنه بشيء من الجدية كلنا على يقين أن الجدوى البيئية والاجتماعية مقدمة على الجدوى الاقتصادي لدى الجميع وأن الحق في العيش في بيئة صحية للإنسان وأجياله القادمة من الحقوق التي كفلتها كل دساتر الأمم والمواثق الدولية وأكدها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني في خطاباته في أكثر من مناسبة وأن تهيز الفرصة للتأكيد لكم من هذا المنبر أن السلطات الإدارية والأمنية على مستوى ولاية تيرزمور لن تتساهل مع أي خرق كان قد يمس صحة وسلامة المواطن بشكل عام المدير المساعد بإدارة الرقابة البيئة في الوزارة السيد عبدالله والبكر مبارك والمندوب الجاوي لوزارة البيئة في ولاية تيرزمور السيد خطري عبد الرحمن أكد أمام الحاضرين أن الدولة فرضت على المستثمرين كافة التدابير والاحتياطات المطلوبة حفاظا على الصحة العومية وحماية للبيئة وطالب السكان بلعب دورهم في الرقابة والتبليغ عن أي خرق من الحوض وهذا ما أكد عمدة بلدية فديرك على أهميته ورحب في كلمته بالمناسبة بأي استثمار يعود على المقاطعة بالنفع العام جلسات الورشة وشفعت بعرض فني تطرق الاستراتيجية الوطنية المتبعة من طرف الإدارات المعنية في مجال الرقابة البيئة وبين البنود المتفقة عليها فيما يتعلق باستفادة الولاية من عائدات المصانع مختار بابو الأحمد قناة الموريتانية مدينة فديرك